أيها المتتبعون أيها المتتبعات السلام عليكم تحية من جديد تحية لكل المعارضين ولكل المناظرين ولكل من يرفعون صوتهم ضد الظلم وضد الدكتاتورية وضد القمع وضد انعدام الكرامة وكل من يطالب بمغرب حر بمغرب يتشبت يحس فيه المغربي أنه فعلا المواطن المغربي يعيش بحقوقه وبكرامته وبحريته من حرية التعبير وحرية العمل وحرية السكن وجميع الحريات التي تفتقدها المواطن المغربي هذا واحد المقال الجديد لنشراته العربي الجديد اللي هو إذا كنتو كتعرفوا أن ذلك القادية ذلك العاملات دير الفارولا العاملات مغربيات كيمشوا كل عام في الموسم دير الفارولا كيمشوا الإسبانية تيخدموا فيها أوكي كي يخدموا شهرين مثل السور وتيرجع وتيخدموا بدي كونترا وتيرجع هذا العام قال كاسيدي الفين وخمسمائة مرة رفضات ترجع للمغرب حرقوا يعني حرقوا يعني بالمعنى الصحيح أنهم حرقوا في إسبانيا الملف يعني خطير جدا هنا كنشوفوا يعني هذا تعبير آخر على الوضعية في المغرب هذا تعبير آخر على التصرفات اللامسؤولة ذي النظام المغربي التي تدعي أنه تحمي المرأة أنه يهتم بالمرأة أنه يقوم كل ما في جهده لإسعاد المرأة ولكن ذلك شيء كله غير هضرا في المنصات الدولية لجلب الأصوات للتعاطف مع المغرب ولكن الحقيقة التي تعيش المرأة المغربية ما تتعرف غير المرأة المغربية يعني الحقيقة ذي المرأة المغربية نصر سوي عليها المرأة المغربية في الشارع ذي لذاك المرأة التي تبيع القصبر ذي المرأة التي تبيع البغرير هذه المرأة التي تبدي التي تخدم في الضيور التي تبدي الذي تخدم في الحقول التي تصبح ب planeta الموظيف التي تعدها في إدارات ومكاتب نصر سويanny علي المعاناة التي تعيشها من طرف المعاناة الأ 맞아 التي تعانيها من طرف الرؤساء من طرف الناس اللي يخدمون معها يعني الوضعية دي للمرأة في المغرب هو موضوع مقلق جدا يعني كيفما كان عارفه وحتين الناس اللي غاد يقول لكوا دي الإسلام وكذا الإسلام جاء بشكي يحمل مرأة الإسلام عطال حقوق المرأة دي لها يجيش واحد يقول يلا وكذا ما كذا يعني إسلام عطال حق المرأة دي لها يعني ما هو ما هو دور أمير المؤمنين اللي 2500 مرأة 15000 مرأة كيخليوا المغرب وكيمشو تيخدموا في بلاد أخرى تيخليوا ولداتهم تيخليوا العائلة ديالهم وكيمشو تيخدموا في دوال أخرى بالعكس كيلقوا في المغرب عنده خيرات عنده أموال عنده ضرائب عنده بسرط الحويج ولكن كيلقوا ناس تيمشو تيخدمو كموسميين في دوال أخرى كيمشو تيخدمو كترافة كيمشو تيخدمو كخماسة في بلاد أخرى يعني هذا هو الوضع دي للمغرب الملف تيقول كسيدي عاد ملف العاملات المغربية في حقول الفارولا بإسبانيا إلى الواجهة من جديد بعد أن قررت مئات منهن البقاء في المملكة الإيبيرية بطريقة غير شرعية فيما رفعت أخرايات شك وقضائية ضد نقابة عمالي إسبانيا بتهمة الاستغلال والاستلاء على مساعدة محسنين كانت موجهة إليهن ما هو الوضعية للمرأة المغربية في الموصلات؟ المرأة المغربية يضحكوا عليها المرأة المغربية تتعيش العبودية في بلادها وخارج بلادها هذي النساء هذو يتشكوا ويقول كاسيدي هناك هكين بعض المحسنين إسبانيين اللي حاولوا يقدموا مساعدات مالية لهذي النساء هذو ولكن نقابات العمال إسبانيا استولوا على ذلك المساعدات وخدواهما ما هو الوضعية للإنسان المغربي كيف تحولت؟ شفتوا الوضعية للإنسان المغربي كيف تتحولت؟ أنا هنا غير كان شو ذلك الناس اللي يقول لك عاش المالك عاش المالك الخوانا تنتمك تديروا الفتنة يا دي الكلبوش هذي ماشي فتنة للمرأة المغربية كالتعام بهالطريقة هذي وواحد قال سكيتبرع برزق المغاربة دائما كان عاود نقرر اشتيل مالك ره لا دورة له في المغرب اشتيل عائلة الملكية والأمراء والنظام المغربي ره لا دورة له في المغرب الدور الوحيد اللي عنده في المغرب وهو استنزاف خيرات المغرب لن تتعرفوا أن المالك الدور دياله هو خدمة المغاربة هو الصهر على سعادة المغاربة هو الصهر على تقدم المغرب ولكن ما قامش بهذه المهمة ونحن نخلصه مغاربة نخلصه بالملاير كل شهر المالك تعيش على دهار المغاربة يتخلصوا ما يريد الوحيد وتصور أن تجيب واحد الخدام عندك تجيب واحد الخدام في دارك تجيب تجلسوا وتخلصوا ما يريد الوحيد وين سترق لك فلوس وين سترق لك رزقك تصور ماذا انت تكون تبنية واحد الدار هذه هكي عرفوها المغرب وتكون نسي كتبنية واحد الدار تجب لها السلعة , تجيب لها الرملاء ، تجيب السيماء ، تجيب طب تجيب كل شيء لمواد التي ستبقى من دار وحسن لديك سيت ما هو الذي يبني من دار وحسن لها الشيء لك لا يجب أن يجب وتسرق لك مثلا السيماء وتسرق الرملاء وتسرق لك الواد الخارج وتسرقها وتبيحها وتستعمل لها هذه الأموال التي يبيعها ومن فوق تخلصها ما سيقبلها مغربي وإنسان وإنسان سيقبل هذه الوضعية هذه الوضعية التي يقوم بها المالك في المغرب أنه يكون لكم رزقكم يكون لكم جميع يتخلصهم من فلوس الضرائب يتخلصهم من المداخل المغرب ويسرق الفلسفات ويسرق الذهب يسرق كل شيء هذا المنظومة والنظام والملكية والهارم الملكية في المغرب يعني العدم وهو حسن من الوجود تخيلوا معي أن هذا الهارم الهلاكي الذي كان في المغرب يستغل المغاربة بالدين أولا بذلك القادية سميتها البيعة وذلك اللعبة المالك وخريفة الله في الأرض وذلك القادية لا يجب الخروج عن طاعة الحاكم وكذا ولكن هم عايشين على الظهركم ومرتاحين وكانت القامة لإنسان المغربية يقول لك الحمد لله فهمتي الحمد لله واتل عن سيد ربي وتحاسبه واتل عن سيد ربي وتحاسبه ورا سيد ربي لا يجب أن تأخذ حقك في الدنيا ما يجب أن سيد ربي لا يجب أن تأخذ حقك في الدنيا وإلى مخديته ويارحني وعملوا القفر لأنك إلا كنت لم تأخذ حقك لأنه ليس حقك وحقك وحق ولدك وحق وحق العائلة التي تكون مسؤول عليها ما دمت أنك مسؤول على العائلة لا يجب أن تقول لن يجب لي الله لا هل رزق لها تتحمل دنوب لأطفال لهم ولد لأطفال لأطفال لأنك لم تتطعب رزقك يشفروا لك سيد المحمد الثالث ويسرقوا لك رزقك ويسرقوا لك وانتكدوا لي انت سيد أريد أن تسمح في رزقك وأيوها الأب و أم أريد أن تسمح في رزقك ولادك لا تجد فرزقهم ولادك لا تجد فرزقلك ولا تجد فرزقك وهذا هو الخطير جدا وهذا الدين يحرمه القادية هذا ماذا يعتبره ضعف هذا هذا يعتبره ضعف هذا هذا الانسان انه يعني كي يرجع رأسه كي يخرج من ذاك الانسان يدون كي يبقاش انسان تولي شي حاجة اخرى كتسمح في حقك لانك كتسمح في حقك بزاف يعني it's too much اوردت مصادر اعلامية اسبانية ان 2500 عاملة مغربية من ضمن حوالي 15000 عاملة يشتغلن بشكل موسمي في حقول الفارولة بعد اتفاق بين وزارة الشغل التشغيل المغربية وارباب المازال الاسبانية قررنا المكوت هناك وعدم العودة الى المغرب بعد انتهاء مدة عقودهن في الشغل البشتوية عاملة مغربية تقيمه بالجنوب الاسباني سافرت للعمل في احدى مزارع الفارولة في شهر مارس الماضي قالت في تصريحاتي للعرب الجديد انه بالفعل هناك العشرة من العاملات اخترنا الهجرة السرية بطريقتنا الخاصة من خلال عدم العودة الى البلاد وتبعت المتحدثة بان هؤلاء العاملات سيمكتنا في اسبانيا للعمل في حقولها حتى بعد انتهاء العقود الرسمية التي تجمع اصحاب الحقول بهن حيث سيبحثنا عن فرص عمل في مزارع اخرى او في زراعة مختلفة عن الفارولة او الاشتغال في المطاعم والمقاهي الى حين تمكنهن من انجاز الاوراق التوبوتية والاقامة بشكل شرعي في اسبانيا وفق تعبيرها ما هو الوضعية الخاصة من انخ عن المغربي في او الذي؟ ما هو الوضعيت المبكية المبكية الخاصة عن في الاسبانيا؟ ان هؤلاء الأشخاص وهذا الناس الان تم تجreet في اسبانيا ايضا لهم من يعني تج bé火 ب vom loci ايضا لهم من غير يقوم بشكل شخص يستعمحة ان ام م لكن عليهم من انجاز النجر يتم اعجابها كيف تم استثناء الهجرة السمحانة؟ كيف تم احصل بالمغرب سيتحولوا أحسن من إيطاليا في صناعة السيارات تلعبوا لذلك filming Так issues peleّنوا مغرب، الله سينقheld الأهم عنه في صناعة السيارات��면 r عليScript وصف للمغرب ليسوا بأن الانسان المغربي لأثير صغيرو سيكون اكثر من سياas المغرب سيكون حصل من الثانية بصناعة السيارات. الله يعطيكم ما نقول لكم. ويوجد عدد من العاملات المغربيات الموسمية في اسبانيا بعد ان انتهى عملهن هناك حيث فضلنا البقاء في البلاد الاوروبية عواض الرجوع الى المغرب. وظهرت عاملات في مناسبة سابقة تم اعلان اختفاءهن من طرف عائلتهن وهن يصرحن باختيارهن البقاء في اسبانيا. ويرى مراقبون ان قرار عاملات موسميات مغربيات المقود في الدير الاسبانيا بعد انتهاء عقودهن في الشغل والتوجه. صوب فرص شغل اخرى بطريقة غير شرعية. هو نوع من الهجرة السرية التي تبدأ بطريقة قانونية وتنتهي بغير ذلك. حيث تظل العامل مدة زمنية طويلة حتى تستطيع الحصول على وطاعة القامة. واش تدل والك يعيش في انسان المغربي الدل. انسان المغربي والك يعيش الدل والتي يعيش العبودية يعني يعني هاد النساء هادو واش قلبكم مكيت قطع شليم ايوها المغاربة هادك اللي يقول لي انت تتخلص من جهات اخرى وانت تتخدم اجنودات خارجية وانت تتخدم البوليزاريو وقد تتخدم الجزائر وقد تتخدم هدا وشهد شي مكيبقاش فيكم هاد الشي وشهد النساء مكيبقاش فيكم وشهد النساء اللي ده بغى يبقوا في اسبانيا خلوا وليداتهم خلوا عائلاتهم خلوا اسميتهم تصور مرام 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 سكينا ده باد وعلاقل كتكون عندها العمر دينا تكون ما بين 40 و60 سنة تصور واحد انسانة اللي عندها وليدات وعندها دار وعندها عائلة وليه باش تبقى في بلادها والدولة تهتم بيها والدولة تكفل بيها والدولة تخلصها يعني شحال غادي يجيل هاد النساء هادو شحال غادي يجيل في الشهر انا 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 كمغربي انا اؤمنو واعرف جيدا ان كل مرأة مغربية تكون خدامة ولا ما خدامش عندها الحق في 5000 درام في الشهر هذا هذا من المستطيع هذا ماشي غير ماشي يعني ماشي 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 تفوبيره من عدد المغرب ولكن هذا محق هذا يعني حق من حقوق المرأة النخصها تقادة 5000 درام شهريا تكون خدامة ولا ما خدامش اذا بغيت تقول انا اهتم بالمرأة المغربية وانا كندير وكندير 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 ودك المنظمة الحقوقية النسائية اللي عامرها غير بالكذابات والاستغلاليين وبالوصوليين فين هي فين هي اين هو الدفاع عن حقوق المرأة فين هي المرأة اللي كتخرجوا كتغوتوا في المناصب الدولية والمرأة عارف المغرب وتعرف التقدومة نسميته ها هو الواقع دير المرأة المغربية ها هي اطنع 2500 مرأة بقيت ذابة فرنسا هاد النساء كلهم عندهم عائلات عندهم موليدات وده بشوفوا العالم الله امتا غادي نصابةوا الوريقات وفين غادي نخدمو وفين غادي نعسو وشنو غادي نياكلو وحيات كيفاش غادي تكون عندهم تصوروا معايا تصوروا معايا ايو هادك اللي غادي نود يقولي يا عش الماليك وهادك اللي غادي يقولي المغرب زوين وهذاك اللي غادي يقولي المغرب انتو ما كتشوفوش ما كتشوفوش السلبي انتو ما كتشوفوش الايجابية كتشوفوها السلبيات فين هم الايجابيات دي المغريب اين هي الايجابيات اللي تعيش الانسان المغربي في المغريب اين هي الايجابيات وعلى صعيد دي صلاة رفعت عشر عاملات موسميات مغربية شكاودي ضد نقابل اندلوسي العمان بتهلة استغلال حاجاتهن وصورتهن للاستحواذ على مساعدة وهيبات المحسنين منها مبلغ 30 الف درهم او 3000 دولار ارسلته محسنة مغربية الى عائلاتهن بمناسبة عيد الاطحة تصوره امرأة مغربية محسنة صيفتات هذه النساء هادو 30 الف درهم اللي هي 3000 دولار اوكي اللي هي 3000 مليون مغربية هذه امرأة مغربية محسنة صيفتات هذه النساء هادو 3000 مليون باش يتعاونوا بها في العيد والمنظمات النقابية ديل نقابة العمال اللي كانوا في اسبانيا شدات هذه 3000 دولار وما اعطوه هاش لهم كالكاسيدي هادو المحسنة ارسلت هذا المبلغ الى عائلتهن بمناسبة عيد الاطحة كالكاسيدي وردت النقابة الاسبانية بالقول ان اتهامة العاملات المغربيات لا اساسة من الصحة ومجرد مذاعيم وابطيل لا براهين عليها وبان مجهودات وعمل النقابة ورئيسه كانت وراء الدفاع الحق العاملات وحصولهن على المأوى والدعم من العديد من الجهات كيفما كان عارفو ان انسان المغربي ولا فوحة الوضعية اللي ولا سلعة انسان المغربي المرأة المغربية ولا سلعة تباع وتشترى يعني كنشوفو المرأة المغربية في جميع المجالات كنشوفوها مثلا في الخليج كنشوفو في الضعرة كنشوف اوروبا في الضعرة كنشوفوها يعني يعني تستغل تستغل جنسيا وتستغل حتى في الاعمال الشاقة وفي الاعمال اللي يعني اللي تطيح بالكرامة ديل المرأة ماشي غير بمرأة المغربية ولكن اي مرأة في العالم يعني اشن هو الدنب ديل المرأة المغربية اشن هو الدنب الدنب الواحد ديل المرأة المغربية دل اللي كتعيشه المرأة المغربية اشن هو الدنب الواحد انها مغربية انها تولدات في واحد بلاد اسميها المغرب أن الفرق ما بين المرأة الإسبانية والمرأة المغربية وهو أن المرأة الإسبانية عند الحقوق وتعيش الحياة العادية وتعيش الكارامو دكشي لأنها تولدت في إسبانيا والمرأة المغربية تعيش هذه الظروف عكس لأنها تولدت في البلاسمية المغرب التي يسيطر عليها أخبة إنسان على وجه الأرض يسرق خيرات المغرب وهو وعصابته والذي يستغلون المغرب والمرأة المغربية يستغلون كل شيء هدفهم الواحد وهو الاستغناء يعني بأي طريقة تكون طريقة بالحالة والله بالحرام والله تكون طريقة شرعية المهم هو أنهم يحصلوا على تروات غير قانونية وكتشوفوا يعني 2500 مرأة بقعت في إسبانيا كيف سوف يدير هذه النساء تصوروا أن هذه النساء لم يكن لديهم الوراق كيف سوف يسكنون؟ كيف سوف يسكنون؟ كيف سوف يدير؟ تصوروا أنتما في المغربة أن 2500 مرأة لهذه العائلة كلهم هدفهم ليس نساء بوحدهم يعني دريات بقين ديجون لا هدفهم عيالات عندهم عائلات عندهم مليدات عندهم رجال عندهم ضيور عندهم وحرقوا في إسبانيا وما يرجعوش للمغرب على الوضعيين اللي كيعيشوا في المغرب أوكي يلا بلا نطور عليكم الطالب الوحيد اللي كان نطلبه كل مرة في الفيديو وهو إسقاط النظام لا تفقوا شيء اللي أريد أن تخرج لا تخرجوا لي نريد التغيير ولا تغيير الحكومة لا تفقوا شيء اللي أريد أن تصلح للمغرب ودخلوا ودير حزب هذا الحزب يصير تديرون تأممك هذا الحزب اللي كانت تقول لي أنت باش ندخل على المغرب وندير حزب يصير تأممك هذا الحزب في المغرب وهو إسقاط النيضام وإن التحكم العائلة الملكي ويتحكموا جميع الرموز اللي لم يعني أنها ثق الهرم اللي يحكم المغرب أنه يفتحكم ويتحكم في محاكم لا تظلموهم إذا سنتحكم محاكمة عادية سيعجب أدوء سيعجب محاكمة عادية صحفة الدولية ويجب ان يكون هذا محاكمة علانية وإذا كانوا يجبوا البراءة يجبوا في المشاة الخيرس المغرب منذ 60 سنة نحن لم نرجعون إلى 500 سنة نحن نرجعون غير مدة 60 سنة غير الحكم المجرم الحسن الثاني والمجرم الولده هذا ما نطلبه المحاسبة غير هذا الجوج هذا والناس الذين يمعون معهم وكانوا مسؤولين في الحكومة السابقة وكانوا مسؤولين في النظام وكانوا مسؤولين في النظام ومين جاءتهم؟ واحد يدخل قيد ولا سميته جاء من مو كانت صبانة وخبشة خدمة ولا سميته ونهار يخرج بشركات ويخرج بالعامارات هذا هو من الناس الذين يتحاسبون وعددهم كثير جدا كل يدخل بالرشو وكانوا أقسموا لكم بالله العيد العظيم إذا كانوا الناس مسؤولين في النظام المغربي لم يتم تم تحصلوا حتى على شهادة الباكالوري لا سميته لم يتم تحصلوا على شهادة الباكالوري ومشو وقروا في جامعة امريكية وداروا نفس القادية يعني بالفلوس شروا كل شيء مشو شروا شهادت من جامعة روسية من جامعة في اي دولة شرواهم مشو شهادت ودابت يخدموا في النظام المغربي كمسؤولين كبار كمدرع في شركة كوبرا وفي ابنك كوبرا كده وهما شهدت البقالونية ما حاصلينش عليها سوف ادول مشكلة في المغرب سوف ادول مشكلة الخاطرة في المغرب حسنا بلا ما نطول لانا ما غداش نطول في الفيديوهات لانا بزاف نسي وكوب دينتاك نطول في الفيديوهات بزاف حسنا يلا تل المرة اخرى و السلام عليكم و السبارك الله عليكم